تربية الحيوانات بقت منتشرة جداً بلوقتي في بيوت كتيرة بيتعاملوا مع الحيوانات الأليفة بدايةً إيه هي الإجراءات الأولية اللي يجب اتخاذها قبل ما أخد قرار إني أربي كلب أو قطة أو أي حيوان أليف داخل منزلي؟ أول ما أخد قرار إن أنا عايز أربي حيوان أليف أولاً هشوف إيه المكان المناسب عندي هل أنا المكان عندي يسيع إن أنا أربي كلب أو قطة أنا بحب إيه بالضبط بعد ما اختار الحيوان المناسب لازم أول ما أشتري الحيوان ده أروح بيه للطبيب البيطري عشان يفحصولي عشان أقدر قبل ما أدخل حيوان للبيت ممكن يكون عنده إصابة لو الحيوان ده في مرض أو في أي إصابة مش بس الخطور على الحيوان ده كمان الخطور على الناس اللي موجودة في البيت لأن في بعض الأمراض ممكن تتنقل من الحيوان ده للأشخاص اللي موجودة في البيت فبالتالي لازم أفحص ولازم أكون عارف علامات السلامة العامة للحيوان الأليف قبل ما دخله البيت عندي لازم يكون الفرو بتاعه جيد جدا لازم يكونش عليه حشرات لازم يكونش بيعاني من أي إصابة فبالتالي النهاردة اللي هيروح يشتري حيوان أليف ممكن يكون جايبه عشان خاطر عنده طفل في البيت هو مرتبط بالحيوانات أو بيحبه هو مش هيبقى عارف الحيوان اللي أنا جبته ده مصاب ولا حيوان سليم فلازم أول ما اشتري الحيوان لازم أروح به العيادة بيطرية متخصصة تفحص للحيوان وتقول لي والله الحيوان ده سليم تماما ففي الحالة دي أنا أقدر أدخله البيت وكمان تعمل لي برنامج للتطعيمات تقول لي والله أنا في المعادة الفلاني هد تطعيم خاص بالحشرات والدان في المعادة كذا هد تطعيم خاص بمرض سعار هد تطعيم خاص بالأمراض الفيروسية فبالتالي أول مشتري حيوان أليف شرط أساسي أن أروح به لطبيب بيطري متخصص عشان يقدر يقول لي إيه الحاجات المهمة اللي اتبعها في التعامل مع حيوان الأليفة نحن بقلنا كتير جدا بنقول نبطل أصلا نشتري حيوانات أليفة نتبنىها نحن عندنا حيوانات كتير موجودة في الشلترز فأعتقد أنه بيبقى أفضل أن نتبنى الحيوانات الأليفة أول حاجة حالتها الصحية جيدة جدا أو يا سلام لو نحن عندنا حب الخير أن نحن هناخد حيوان أليف يكون كان عنده مثلا فقد في قدم أو في أيا كان ونبعد عن الحيوانات الموجودة في متاجر الحيوانات اللي بتوسيق معاملة الحيوانات بالضبط كده لو فعلا لو لجأنا لبعض الشلتر وخدنا منها حيوان أليف وقدرت تعمله رعاية وربيه في البيت ده هيبقى أفضل بكتير جدا أن نشتري حيوان من أماكن بيع الحيوانات لأن الحيوانات اللي موجودة في الشلتر عادتها كبير جدا هو مش محتاج غير رعاية بشكل معين أنه ممكن يكون الحيوان ده كان متعرض لحدثة أو متعرض لإصابة فبالتالي أنا النهاردة لما بحطه عندي في البيت وأبدأ أعمله كويس أوفره الأكل أوفره التطعمات ده بيبقى أفضل من أننا لجأ لمكان ببيع الحيوانات بالإضافة كمان أن الكلاب والقطط بتاعت الشارع هي مش عايزة غير أكل وشرب هي عايزة رعاية أن أنا أفحصها مظبوط عشان ما يكونش مصابة بأي مرض ولو مصابة أبدأ أدي لها العلاج المناسب وبعد ما دي العلاج المناسب أقدر أدخلها عند البيت وتتعامل معاملة جيدة جدا زيها زي الحيوان الأليف اللي أنا بشتريه بل بالعكس هتوب أفضل بكتير وعدد الحيوانات في الحالة دي هيقل في الشلطر في الفترة حالية العدد بقى كتير جدا لما أنا أدخلها عند البيت أو كل واحد بدل ما يشتري حيوان يتبنى من الشلطر ده هيقل العدد الحيوانات اللي موجودة في الشلطر ده جميل جدا ترجمة نانسي قنقر